السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى اخير اليوم غادي نهضر لكم على المنافسة ليش حاجة زويلة كينيش وحدين يعني شي ناس يفكروا هكذا انا مشي شغلين نخدم على راسي وصافي يعني بلا منت نفس معتاشي واحد هدا تيتسمى ضعف او بمعنى اخو الخوف من الفجل اخاصك دائما تقول صاحبي هو المنافسة يالي ملاخر اه بغيرو الخير وحاونو منين يحتاجك ولكن في الاخر راه المنافسة ليالك خاصك تبغي تكون حسن منو وهو خاصو يبغي يكون حسن منك او وانت عارف عارفو باغي يكون حسن منك وهو عارف كداريك باغي تكون حسن منو شي وحدين غادي يقولوا لي كل واحد غادي فطريقو وكل واحد وعندو احياتو اه عندك الحق وما خاصكش تقارر راسك ما وحدين اخرين او وحد اخر كل واحد احياتو ولكن المنافسة شي حاجة طبيعية يعني طبيعة بشرية اللي بلا بها ما غا تقدر تدير والو طيق ايييييييي personality طيق tie� mini المنافسة شي حاجة زوينا متلااااا كنت وقع لي انا وصاحبتي كنت اقرو في كدخية التاسعة جدت صحقتي كنت شوية ضعيفة وانا صافينا ذيك اللي عم كان خاصني دار ونا حقك كان اسمعدة الساعة صعيبة صائبة صافي الطيلة واحد كانت عندي واحد القوة سبحان الله وجدت صاحبتي قتلي عرفتي انا هاتشي ركي جيني سايب انا هاد العام غادي نسقط ايش انا قتلا بوحدتي غا قتلا شوفي بغيت تنجحي انا جيني تنافس وانا وياك هاكدا قلت لك ندير منافسة يعني انا اللي عليا اللي عرفتها نقولها ليك ونقول ليها ليك وما فهمتها شنشرحها ليك ولكن لو بغيت تسقطي تسقطي وحديتك انا ختي معها غاداش نسقط ما عنديش الوقت فاش نسقط انا غدا ننجح ضروري خاصة لنجحات العام وهاكدا هكدا سالعام وواحد منافسة زوينة نمشي وكن نحفظوه ونقرأو وف نفس الوقت من جيب انا حسن من هكتس قلين سيجبتي حسنين قلو وزير رأسك ونمشي وهاكدا كفتري جبنان وقاد زوينين ذاك العام وكانت وكان احسن عام فحياتي هو ذاك العام يعني شحة المنافسة سيبغي مزيانة ويخص الانسان يعرف ما عمنا يتنافس يعني ذاك الانسان يعني يكون منافس يعني يكون صديقك تحتاجه وحتاجك ولكن يعني طعم حيل شي حاجة زوينة مثال اخر مثلا لمشيت انت وصاحبك الشي العصال تبغي تكون حسن منه وغادي يبغي يكون حسن منك وغادي تستمسعه بالمنافسة بكل اللي خايف المنافسة هو الحسد انك تشوف صاحبك عنده شي حاجة وما تبغي هاش تكون عنده ولكن اللي بغي تيها تكون عندك حتى انت نوض وخدم وتقاتل باش توصل لها هذه هي اللي كتسمى القوة والمنافسة زوينة خاصك تكون عندك المنافسة في الدم ديانك ولكن بدون حسد او حقد ذاك غادي ذاك غادي ندير اللي نقدر عليه وتشوف القاعدار شنو وقاع هذه هي طبيعة ديال البشرية اه نفس بحب وشغف ماشي بحسد ما تنفسش في شي حاجة كبيرة ماشي انت عادي عادي بديتي وتنفس مع واحدين سنين وهم خدامين على المشاريع ديالهم ماشي عادي غادي تبدا تقرأ وتبغي تفوت شي شي صاحبك اللي هو العمكو اللي هو تيقرأ فهاد الحالة غادي جيكو حاد احباط بزاف تنافس معا يعني خدسك تنافس وانت باغي ديك منافسة ومنين يحتاجك صاحبك ووقف معاه وعاونه الحقاش وخا منافس ديالك راه صاحبك اللي غادي تبغي لي الخير غادي تبغي تبغي واصل حتى هو والدك شي اللي باغي يطمح ليه وانتمنى تكون فائدة الجميع وصيف غير منافسة زوينة غير هي تنافسه وتنافسه يعني بوحد شغف زوين وانتمنى تكون هاد الفيديو يكون يعني استفتمنو وما تنسبش ليه اللايك ولمشاركة للماذا ما شاركش في القناة ومرحبا بكم مرة اخرى وبتوفق لنا جميعا في الحياة نَمَسَ شكرا